سياسة سد الشرايين المؤدية إلى قلب مدينة تعز سياسة حوثية انتهجتها الميليشيا منذ أدركت أن القلب الذي ينبض بالحياة لا يمكن إخضاعه لميليشيا الموت وما تزال الذاكرة التعزية تحتفظ بذكريات معابر الموت الحوثية التي أدمن مجرموها قنص الأطفال والنساء ومنع نقل الغذاء والدواء والعبث الذي وصل حد وضع القذارة في وايتات الماء توحش إجرامي كسر قبضته الخانقة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز فتنفست المدينة الصعودة وعصبح لها شريان حياة واحد يمتد نحو قلب المدينة ليمدها بالماء والغذاء والدواء ولأن ميليشيا الموت تغيظها كل أسباب الحياة لم تتوقف محاولتها المتكررة الهادفة لخنق المدينة كليا من جديد عبر استهدافها المتكرر لخط الضباب وضعة تحت أقدامها والتعبير للقيادي الميليشاوي محمد البخيتي اتفاقية ستوكهولم وكل قرارات الأمم المتحدة ولأن الميليشيا أخذت ما أرادت ورفضت ما شاءت ووضعت تحت الأقدام ما عنه الأمم المتحدة أعلنت ثم لم تجد ردا حاسما وحازما على إجرامها بحق الملايين الذين تخنقهم بالحصار لم يكن غريبا أن تذهب أبعد في إجرامها عبر قيامها باستهداف معدات إصلاح طريق المخاء الكدحة تعز وهي مناطق تعزية تسعد طريق للربط بينها والتخفيف على المواطنين وإيجاد متنفس لقلب المدينة وشريان حياة لسكانها وإذا كان استهداف معدات شقي وسفلتة طريق الكدحة يشير للمرة المليون للوجه الحقيقي لميليشيا إيران فإن هذه الحقيقة التي يدركها اليمنيون تقود للتساؤل عن التوجه والوجه التي ستسلكها الشرعية في مقابل هذا التعنت والإجرام خصوصا وأن وجهة الميليشيا وتوجهها واضحان لكل ذي عينين فهل سيتم الاكتفاء بالتنديد الرسمي والبيان الذي أصدرته الأحزاب ورصد الغضب الشعبي البالغ عن نسماء وهل يعقل أن المعنيين لم تعلمهم المأساة الممتدة لسنوات أن الميليشيا التي تتلذذ بخنق الملايين في تعز لم ولن تأبه ببيانات لا تتلوها قرارات وتحركات